موسيقى حياكم الله في كل مكان سادتي المشاهدين مجلس النواب يعملوا على قراءة عدد من القوانين المهمة وحالة الجدل وصراع ما زالت مستمرة ونحن في القراءة الأولى لبعض القوانين العفو العام والأحوال الشخصية وملف رئاسة مجلس النواب هي النقاط التي يبحث الجميع عن مساحة لقاء مشترك من أجل الاتفاق عليها لكن يبدو أن الصراح سيستمر لفترة ليست بالقليلة والحديث هنا عن قانون العفو العام هو النقاط التي من المفترض أن يتم الاتفاق سريعا من أجل تمرير هذا القانون الذي تأخر كثيرا في المقابل أيضا الأحوال الشخصية وعملية الدهاب باتجاه تمرير داخل مجلس النواب على الاعتبار أنه تأخر لفترات طويلة هكذا تعتقد القوى السياسية الشيعية والأطراف التي تتبنى هذا الملف أن عملية التأجيل تكررت كثيرا لهذا القانون وبالتالي حان الوقت لتمريره بشكل عاجل وسريع في مجلس النواب في المقابل أزمة رئاسة مجلس النواب هي الأخرى ما زالت تتحرك بشكل متأخر وعملية الاتفاق على البديل إلى الآن ما زالت في طور النقاش والاتفاق على الرغم من مرور فترة ليست بالقليلة لدى القوى السياسية في السودي العاصمة نسأل عن إمكانية تمرير هذه القوانين بسلة واحدة مع الاتفاق على تمرير مرشح بديل عن السيد الحلبوسي هل ثقل هذه القوانين وأزمة رئاسة مجلس النواب ستنتهي سريعا بالنظر إلى مفهوم الصفقة الواحدة والسلة الواحدة من أن الأمور ذهب باتجاه تعقيدات أكثر وأكبر أحييكم وناقشوا هذا الملف مع ضيوفي هنا في السوديو عن القيادة في تقدم الساد كامل نوف الغرير ورحب بحضرتك لترحيب الساد كامل وأيضا عن الحزب الشعوع العراقي الدكتور علي مهدي رحب بحضرتك دكتور علي والمتحدث الرسمي باسمي اتلاف النصر الدكتور سلام زويدي رحب بحضرتك لترحيب دكتور سلام وخليني يبدأ من عندك دكتور سلام كيف نقدر نتحدث ابتداء عن الحالة الموجودة في مجلس النواب لدينا ملف العفو العاب ملف الأحوال الشخصية وبانتظار الاتفاق على مرشح بديل عن السيد الحلبوسي هل القوة السياسية قادرة على حسم هذه الملفات دون جدل كبير دون صراع أكبر من ما هو عليه بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم وعلى الأخوة الزملاء الشيخ كامل والدكتور علي حياة الله يعني ابتداء تعرف أنت أستاذ علي عمل مجلس النواب العراقي ويطلع بمهمتين أساسيتين هو تشريع القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والتشريعي وأعتقد للأسف في هذه الدورة كان لكلتا التفرعات التي يطلع بها مجلس النواب ضعيف جدا من ناحية أداء تشريع القوانين المهمة والمرحلة وكذلك كان الجهاز الرقابي أو الأداء الرقابي ضعيف إلى مستوى كبير بسبب الوضع السياسي بسبب المشتركات بين القوى السياسية وكذلك المجاملات التي غالبا ما تكون هي المحاضرة بدلا عن الآليات الدستورية والقانونية المفروض كنائب منتخب من الشعاب يمثل مئة ألف شخص عراقي يأخذ دوره بدون أن يكون هناك قيد له أو شرط من الجهاز السياسية التي ينتمي لها فبالتالي أعتقد كثير من القوانين المطلوبة والمرحلة كأننا نتأمل أن تكون الدورة الحالية من الجلس النواب هي الحل لإنهاء هذه القوانين وتشريحها ولان عندك قوانين مرحلة العفو العام والأحوال الشخصية من سنوات من سنوات كثيرة هكو جدلية عليه كلتا القانونين التي تحدث عنهم أيضا هي من القوانين التي طالبنا بها باستمرار أن يكون ضمن خيارات مجلس النواب وأن تحسم رغم أن أنا باعتقادي أنه هيكلة الأوليات أفضل كان من المفترض أن هناك قوانين أكثر أهمية بصراحة من القانونين نعم هنا مهمين جدا وطالبنا بها لكن هناك قوانين مثلا نتحدث عن قانون نفط والغاس الذي أعتبره قانون مهم جدا لكن عليه جدلية أهم من العفو العام؟ يعني بصراحة أعتقد ينظم العلاقة بين أقليم كردستان وأيضا يحقق عدالة في توزيع الثروات لكن بصراحة هذه القوانين غالبا ما تدخل في خانة الصراع السياسي حتى موضوع قانون العفو العام أريد أن يقحم بصراحة من قبل بعض الأخوة لكسب سياسي أو كسب انتخابي رغم أنه قانون مهم وقانون ممكن أن يم بس هو مضمن بالنهاج للحكوم؟ ونحن طالب نحن هو يشمل بصراحة كثير من الفئات التي قد تكون مظلومة أو قد تكون بصراحة داخل السجون هي بتهم كيدية أو قرارات حكم قد تكون في حينها غير منصفة فبالتالي من غير المنطقي أنه يتأخر قانون العفو العام بسبب صراعات سياسية أنا أعتقد أنه القانون العفو العام وضيفت له سطر ونص تقريبا هذا الكلام اللي بي مطاطيه هذا ما نخشى أنه ممكن أن يستغل القانون وتدخل بفئات قد لطخت أيديها بدماء العراقيين وبالتالي بعض القوى السياسية تحاول أن تطوع هذا القانون من أجل مصالح ضيقة على حساب أصل القانون وإنسانية القانون الكثير دكتور سلام الرحنق شكب هذه المخاوف التي تتحدث عنها لكن لرحب الدكتور علي مهدي ورحب حضرتك دكتور علي هل الوقت مناسب الآن لتمرير هذه القوانين العفو العام والأحوال الشخصية من أنك تتفق مع الدكتور سلام أن هناك أولويات أكثر أهمية مما نتحدث عنه على مستوى العفو العام وعلى مستوى الأحوال الشخصية شكرا جزيلا لإستضافتك وإدارة القناة سامرة والشيخ كامل سلام أعتقد يعني هذا التوقيت هو غير مناسب يعني وإلا لحظنا حتى موض من البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني أنا ما أعتقد هو اتطرق إلى برنامج قضية الأحوال الشخصية في برنامجه يعني قانون قارع يعني اللي أعتقد هو أتو به من أجل الموازنة مع العفو والتوقيت مالته يعني وأعتقد توقيته أيضا في ظل أوضاع سياسية غير طبيعية في ظل انتشار ما يسمى بسرقة القرن والكثير من الأموال التي ظهرت جديد يعني للتغطية على ملفات على يعني ما موجود من مساومات في هذه السرقة الكبيرة صحيح يمكن هيئة النزاهة سربت بعض المعلومات عن بعض الأشخاص وبعض الأرقام لكن يبدو هناك أرقام مرعبة يعني لاحظنا إحنا بالبداية سرقة القرن ضجت كل الفضائيات حولها كان مجرد مليارين الآن طلعت أرقام غير اعتيادية ولهذا لأنه لكل شغل بقضية الأحوال الشخصية ومساومة مع العم أنا بتقديري الأولوية بس هو أيضا قانون معلق من سنوات دكتور تحاول القوى السياسية تمريره لكن احتراض لاحظت الفضيلة قدمه المشروع مجلس الوزراء المجلس الوزراء بالقانون الجعفري وفي مجلس الوزراء تم مناقشته وعلى أساس ينطرح في مجلس النواب بعدين ما حطرحها يعني غير معلق وإذا لاحظت البرنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني لم يتطرق إلى هذا المجال نهائيا أنا بتقديري الأولوية يمكن أن أتفق مع الدكتور سلام بقضية النفط والغاز لأنه ينظم العلاقة وهذا ينطبق على العفو العام أيضا العفو العام مهم بس أنا أعتق أني اللي بصراحة يزعجني هو نظام الصفقات مثل ما تتفضلت بها وعلنني أخوك بدون تردد وبدون خوف بأحد النواب طرحها إحنا مدام ما توافقون على قضية الأحوال الشخصية إحنا ما نوافق على وهذا فالشيء معيب بصراحة فالشيء معيب يعني مجلس النواب هكذا يصر أنا بتقديري الأولوية إلى رئاسة مجلس النواب أنا أعتقد إحنا العملية السياسية من 2003 إلى 2004 طلقت على أساس التوافق التوافق بمعنى توزيع المناصب رئاسة الجمهورية للأخوة الأكراد رئاسة مجلس النواب إلى الأخوة السنة ورئاسة مجلس النواب إلى الأخوة الشيعة لكن أنا أعتقد غياب ممثل السنة في رئاسة مجلس النواب خلق حالة غير اعتيادية صار هناك اختلال اختلال بالتوازن المطلوب ولهذا الآن دا يتم تمرير مشاريع قوانين ما ممكن الموافقة عليها في زمن وجود رئيس وزراء من المكون السني أقول لك يا صراحة يعني يعني مثلا الأحوال الشخصية لو موجود رئيس مجلس النواب مستحيل يمر لماذا؟ لأنه هذا بصراحة يعني هو أيضا يتعلق بالمكون السني أو المكون الشيعة لا لا الأخوة السنة إذا تبعوا علم أغلبيتهم ما يمنون إليه هما ما أعتقد أكو يعني فد واحد مرجع ديني سني قال أنا ضد قانون لأحوال الشخصية إذا لاحظت يعني فلهذا أوما الكل يعني ما أصددت محد كان ضده بس أنا أرجع وأقول قضية مجلس النواب هذا جدا مهمة لأنه إحنا أعتقد يعني بالقانون قانون مجلس النواب العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يقول عنده شغور منصب رئيس مجلس النواب في الجلسة الأخرى يعقد من أجل انتخاب الرئيس لكن مع الأسف المحكمة الاتحادية تتحمل مسؤولية عندما أصدرت قرار بأنه ممكن أن يعمل مجلس النواب حتى ولا يتعطى العمله وهذا خلال شبير وإلى هذا المكون الأكبر هو المكون الشيعي استفاد من هذه القضية ما حدد له سقف زمني لانتخاب الرئيس تمام هذا أيضا راح ناقشه لكن يبدأ الحديث مع الصلاة الكرامل اللي راحب بجنابك وأسألك عن موضوع الصفقة الواحدة اللي أشار إليه قبل قليل للدكتور علي مهدي هل هناك عمل على مفهوم الصفقة الواحدة في مسألة تمرير قانون العفو العام مقابل قانون الأحوال الشخصية تتعرض القوى السياسية السنية الآن لضغط من القوى السياسية الشيعية بهذا الاتجاه لكم العفو العام مقابل الأحوال الشخصية وهذا حديث فقط هو لنا الله محييكم محيي كناتكم الكريم محيي ضيفيك الكريم سلام علي أخي العزيزي اليوم أنت تعرف اليوم اليوم يحتاج إلى قوانين والشعب اليوم يحتاج إلى قوانين وقوانين منها مهم وهم فاليوم إحنا لوما لاحظنا هذه القوانين طبعا القوانين كلها مهمة بصراحة بس عندنا الأهم اللي هو اليوم لاحظناه اللي تعرف أنت من 2016 قانون العفو العام اليوم قانون العفو العام من القوانين المهمة وتعرف هذا المطالبة من قبل المكون السني بصراحة وكانت القضية الوحيدة للمطالبة بحقوق المكون السني هو أطلاق صراحة سجناء فاليوم تعرف أنت اليوم هذا القانون أعتقد أن يتأخر وتأخر كثيرا وكانت لعدة أسباب منها بعض المعارضة من كتل سياسية وصراعات على هذا القانون وهذا القانون إحنا لو ننظر له هو ما طلبنا بإلا إخراج للناس العبرياء لأمو الدكتور سلام أشار لك أكو مخاوف من محاولات مرسل بعض إخراج الرهابي أنت تعرف أنت هذا المخاوف طبعا أصوات هنا وهناك أما كتل سياسي أعتقداني وزعامات أعتقداني تفقت على العفو العام وهذا العفو العام يجب علي أن يتمرر وكانت هناك القراءة الأولى لهذا القانون أما القراءة الثانية أعتقداني أكون تعديل على القانون هذا التعديل اللي هو رح يسوي لنا مشكلة بصراحة بعض من السادة النواب طلبوا تعديل على هذا القانون وهذا القانون من يسعى رح يصير على التعديل رح يصير لنا فيت مشكلة أما يرفضون بعض الفقرات اللي رح يرفعونها اللي موجودة في داخل القانون تعرفوا إحنا اليوم ما ريد عفو أن يخدم الناس ما ريد إحنا عفو بصراحة مرغم داخل المجلس النواب وباتر راح يثيرنا أحد السادة النواب أي مشكلة في داخل فإحنا بالنسبة أننا نريد أن يكون هذا القانون أن يمضي بصراحة يمضي من السادة النواب ونقلب صفحة يا أخي العزيز وأن ابن البلد ونتوجه لقوانين أخرى اللي هي القوانين المهمة لتخطير البلد نظر لك الدكتور سلام قوانين أهم من العفو نحن نشوف عشيلك أولا العفو هو هذا عمل إنساني نعم نعم ونحن ليس مع الارهابي وليس مع شخص المجرم أو القاتل اليوم نريد أن تطلع هاي الناس الأبرياء من السجون أما اليوم ينتajدين على قانون الأهم من هاي القوانين كلها اليوم كيف نطلع الناس من السجون كيف نطلع البري من السجين وبعدين إحنا ما ننتج إلى المرحلة الثانية إيه بس هذا الملف يستخدم للكسب السياسي أيضا لا أخي إحنا نشوف تشلك المطالبة ما تمناه إلى 2016 خلعت تشلك بصراحة إحنا ما للكسب سياسي البعض لعض الطرف الثاني من يعترض عليه إشارة شور تشتون تحسبه همت حسبه هذا كسب سياسي معنا من يعترض على قانون العفو ويقول إحنا ما ريد قانون العفو وقانون العفو يضر فيه مصالحنا وهذا الأمر هذا من يعتبره كسب سياسي للطرف الثاني أخي اليوم نريد نبدي بخطوات وخطوات لإنقاذ بلدنا وإنقاذ العراق اليوم التحديات موجودة في هذا البلد خلي نقتل خطوة لإخراج الناس من السجن والخطوة الثانية اللي هي كيف نشرع القوانين المهمة اللي هي تقوّ اقتصاد البلد تحمل البلد الآن جاي يصير الحديث عن طانون تبني علاقات طيبة في داخل البلد كيف نبني البلد من الداخل من الداخل تعرف اليوم احنا قوتنا شنو قوتنا احنا كعراقيين ما العلاقة اليوم تسمينا هذا مكون سنو وهذا مكون شيحي وهذا مكون كردي بس احنا ترى قوتنا من العراقيين نفسهم من هاي المكونات قوة العراق من هاي المكونات اذا قوة العراق وهاي المكونات صفت قلوبها وتعاونت على بناء البلد وقوة شيخ تمرير الآن مشروط تبني شعبها على أسوص صحيحة تمرير القانون مشروط قلوبها إذا أسمح لي وصف قلوبها مو أنا والله قانون عفو ويطلع لواحد يقول والله القانون العفو ما ريده أنت يا بلأي شما تريد القانون العفو مو هذا اللي شما ذون منين اللي شما ذون معرقين مناسب ريا في داخل السجين أنت ما تسمع عويل النساء اللي موجود من الناس اللي هي حاليا الطالب أولادها وأطفال وأطفال ما تدرب أولادهم اليوم أكثر من 16 سنة هل أنت ضميرك وتجي تحترض في داخل البرلمان لا يا أخي والله هذا أريد أن أقول لك مخجل على الاحترام لا ينظر إلى مكون ولا ينظر إلى شما خل ينظر إلى العراق ينظر إلى العراق يقول العراق مر في ظروف صعبة ومؤلمة وموجعة جيد شيخ كيف نبني أنا رح أرجع لك من أفشك في موضوع التمرير المشروط للقانون العفو العام لكن دكتور سلام النقطة اللي أثرتها حضرتك الآن يتحدث الشيخ كامل بالطريقة التالية أنه إذا ما كان تمرير العفو العام والإصرار على تمريره هو مرتبط بالكسب السياسي فمن الممكن أن نقول أيضا أن من يحترض على القانون هو يحترض لغرض الكسب السياسي لا أشوف أستاذ علي أولا أنا أقدر عاليا يعني مشاعر الشيخ كامل وأكيد يعني هذا حس وطني ونتفق جميعا على أنه إحنا أبناء العراق وكلنا يعني بغض النظر عن المكونات بالتالي نحن تحت راية الله أكبر وتحت راية البلد بكل العناوين وأعتقد هذه يعني ما تنعكس على طبيعة الجماهير أو جمهور كل المكونات يعني نحن نتحدث عن صراعات سياسية ولا نتحدث عن عامة الناس يعني نحن كلنا متصاهرين وكلنا أخوة والجميع يهمهم مصلحة البلد ولكن حتى نترك المجاملة ونتحدث بواقعية نحن جزء من هذه العملية السياسية وبالتالي المصالح موجودة والكسب السياسي موجود شنو مصلحة اللي يطالب بتمرير لا أنا مو ضد القانون قانون مهم جدا قانون ينصف كثير من الشراح المظلومة والبريئة لكن نفس الوقت نعم هو قال القانون قديم والقانون طرح أكثر من مرة داخل مجلس النواب ولكن بسبب الصراعات السياسية لأن البعض يريد أن يطوع هذا القانون لجهة معينة أو حتى الاتفاق في تحالف إدارة الدولة بصراحة كانت من ضمن بعض الشروط اللي احنا في حينها اعترضنا عليها كاعتلاف نصر وما وقعنا على عشر نقاط من ضمنها أحد النقاط اللي بقسم من عدها تخص المفقودين وقسم أيضا تخص السطر نصر أتعتكم رأيي ماكوا مفقودين لا لا مو ماكوا أكوا بس أنت اليوم منه كل المفقودين تشملهم بالتعويضات وتعتبرها متضرر وتعفو عنها هذا مو صحيح على اعتبار أنه المفقودين قد يكون جزء كبير من عدهم هم من عوائل داعش أو قسم منهم هم حاربوا مع داعش فبالتالي يجب أن تتقق بالنسبة للقانون العفو العام أيضا كوجهة نظرنا أنه نحن مع الأبرياء مع أقرار القانون ولكن يجب تجذيب وتهذيب هذا القانون من خلال تعديل الفقرات أو هذه الكلمات المطاطية اللي ممكن أنه تسمح لأدخال بعض العناصر التي تلطخت أيديها بدماء العراقي أنه تكون مشمولة بالعفو من غير المنصف ولا حتى شيخ كامل يرضى ولا الدكتور علي يرضى أنه أنت تتساوى مجرم مع بريء هذا أكيد يعني الجميع ما يرضى فنحن نريد أن نخرج هذا القانون من سطوة الأعزاب السياسية أو بعض الأفراد اللي محسوبين على القوى السياسية اللي يعتبرها من جاز لا يزعل مني شيخ كامل يعني أنا جمعت تصريح لنائب هيبة الحلبوسي نعم يعتبر تمرير قانون العفو العام هو أحد المنجزات والوعود اللي قطعها نعم إذا ينصف بي أهله وناسه ويطلع له برياء شمي المشكلة؟ أنا أرفع للقبعة وضرب له تحية ونحن معاه لكن عندما أنت تتغنى بالقانون هو مجرد تحدي أن يعبر القانون كما شاء وكما قرأ بالقراءة الأولى هذا نعترض عليه بصراحة لكن هناك احتراض حتى على الصيغة الحالية للقانون يعني مثلا سيد حيدر الملة يقول إذا مر القانون بنص والصيغة الحالية ما رح يطلع ولا بريد نعم هذا ما أيضا نطالب به لأننا اليوم طالبنا بأن يكون هناك متخصصين القضاء يكون بدون تدخل وبدون تسييس وجهات قضائية تتدخل وتتشاور يعني تعدل الفقرات المعينة على القانون بحيث يكون القانون رصين يحمي الأبرياء ينصف الأبرياء ينصف المظلومين وأيضا يستبعد من تلخط ألطخت أيديه بدماء العراقيين والمجرمين والذين قد يكونون غير مشبولين بهذا القانون إذن نحن مع القانون مع الأبرياء مع إقرار القانون بأسرع وقت بس عندك تخوف أنه يستثمر سياسيا نعم وأيضا لا يدخل بنظام المقايضة والمساومة هو داخل بنظام المقايضة عبر لي وعبر لك هذا خطأ كبير القانون هو لكل العراقيين ليس للمكون السجون كثير من الشيعة أبرياء داخل السجون كثير من الأخوة في المكون الكردي اليزيدي المسيحيين موجودين داخل السجون الآن هو دخل في نظام المقايضة القانون بصراحة نعم يعني رح تكون واضح وانا قلت لك احنا جزء من العالم هذا ما رح يكون على حساب جودة القانون يأذر بشكل كبير على أنه يخرج القانون بالصورة المثلة التي ينتظرها العراقيين والمنصفين جيد أنا خليني مع الدكتور علي دكتور سلام إن سمحتم في موضوع المقايضة والرأي أنتم في الحزب الشيوعي بمعنى أوسع على مستوى القوة المدنية تحالف قيم المدني احتراثكم كبير حول قانون الأحوال الشخصية وتمريرها لكن مع هذا الاعتراض ليش ما نشوف دعم لتمرير قوانين أخرى جاءت بسلة واحدة كقانون العفو العام لماذا الاحتراض فقط مع غياب الدعم لتمرير قوانين أخرى ربما فيها مساحة لحل الكثير من المشاكل أنا أعتقد أننا إلى جانب قانون العفو بالتأكيد نحن مرينا مرحلة انتقالية ومرحلة صعبة كان هناك أوضاع غير اعتيادية مر بها البلد وصار هناك تجاوزات وبالتأكيد هناك بعض الإجراءات غير متكاملة فيه ظل أجواء حرب بالتأكيد كل الشعوب تمر من مرحلة الحرب أحيانا اعتقال كيفي اعتقال وفق المخبر وحتى الإجراءات القضائية تكون ملتبسة بصراحة مع اعتزازي بالقضاء العراقي لكن أحيانا حتى نتجاوز هذه المرحلة قضية المصالحة فيما بيننا بالتأكيد نحتاج بين فترة وفترة إلى إجراءات عفو وكل الدول العالم أحيانا كل هذه الدول المستقرة كل الدول القوية يكون بها عيد ميلاد الملك وعيد مدري إيش يسون عفو عام عن الكثير من المواطنين بالتأكيد وعلى حساب القانون بالتأكيد يعني بس يجب أن تكون فسحة من التسامح موجودة فرحنا كقوة مدنية إلى جانب هذه القضية بس مثل ما يعتقال اتفق الزميل يجب أن لا تستثمر سياسيا هو أوتوماتيكيا ما هي المشكلة لأنه يستثمر سياسيا أوتوماتيكيا بس هو المشكلة بالمقايضة المشكلة يعني طبيعي أنا يعني من أطالب بأنه مجموعة من الناس يعتقد في ظرف طارئ تم اعتقالهم وتم محاكمتهم بإجراءات غير متكاملة الآن نعطيهم فرصة ليش لا أهلا وسن بس يجي طرف آخر أنا أمشي لك هاي اللي توافق لي على هذه القضية هو ما مقتنع بيها وأحيانا ينجبر أحيانا مع الأسف ينجبر يوافق عليها حتى يمشي هذه القضية لأن مثل ما تفضل لأنه قسم انطوعت بهذا الجانب وأنا أعتقد برنامج الحكومي واضح تمرير موافقة القوى السنية على تمرير العفو العام مقابل الأحوال الشخصية رح يكون منطقي مبرر أنا أعتقد مو مبرر بصراحة أنا أتمنى من الأخوة يعني بالمكون السني أن يكونون بهذه القضية زي أن يوعون أهمية مدنية الدولة عنده أبرياء يقول لك أريد أخلصهم مو صحيح لأنه إذا يؤمن الأخوة السنة والأكراد يعني أنا أعتبرهم من الناس المؤمنين بمدنية الدولة مدنية الدولة العراقية لأنه إذا يؤمنون بدينية الدولة وطائفية الدولة هم يخسرون بل هذا أعتقد هما من مصلحتهم أن تكون الدولة مدنية غير خاضعة للأطراف الدينية والأطراف الطائفية ليش إذا مر القانون رح تكون دولة إسلامية؟ رح يكرسوها رح يكرسون هذا المبدأ رح يكرسون بأنه الطائفة الأكبر تمرر أمور تخص قضايا دينية مذهبية نقول لك هو ما يخصني أنا كمذهب جعفري القانون ما رح يخص فقط المذهب الجعفري هو للمسلمين لا لا يعني أنت بالنص يعني خلقوا الواقعين يعني قانون الآن الحالي ما يميز أثناء الكتابة ما العقود زواج يميز عد المحاكم يميز هذا سني وهذا الشيحي هذا مالكي وهذا حنبلي والشيعة مو كنم مع بعض شيح النهاية هو للمسلمين فالقصد القانون القانون بصراحة هو ما يحتاج إلى ذلك التعديل لكن أنا أعتقد هذا النوع من الفرض الوصاية الوصاية على المجتمع من من فرض الوصاية من الطائفية الشيعية التي تفرض أجنتها على الدولة العراقية يعني أنت لاحظ رح يشكلون مجلسيا مجلس للسنة ومجلس للشيعة هم يكونون مثابة علماء في هذه القضية هم يقررون لكن بالقانون أنت مخير دكتور علي وأنت رجل القانون في القانون هناك مادة تخير الزوج أو الزوجة مثلا في موضوع العقل إما أن تذهب باتجاه التعديل الجديد أو تبقى على الوضع القديم نريد أن نكرسي القانون المدني قانون مدنية الدولة العراقية نحن لا نرجع إلى القهقاري نرجع وراء 300 سنة أو 200 سنة أنا أعتقد هذا القانون موجود موجود في تركيا موجود من كثير من الدول وما عندنا يعني نظام القضاء العراقي سيطر عليه واستتبت الأمور فالآن تتعيدنا من جدة وجديد أنا أعتقد كون على ثقة ما رح يصير تغيير حقيقي بقدر ما هو يعبر عن سطوة وأحنا نفرض اللي يريده على حساب الآخرين الأكراد رح يراجعوهم في القضية معينة والأخوة السنة رح يقاضوهم بالقضية دكتاتورية من الإطار دكتاتورية طبعا واستغلوا غياب رئيس مجلس النواب أنا أعتقد استغلوا واختلال صار في رئاسة مجلس النواب ولأنا ما يمر أكبر فيها صراحة ما يمر جاي الدكتور علي خليني مع الشيخ من جديد متحدث الدكتور علي الآن في نقطة مهمة وأيضا الدكتور سلام قبل قليل موضوع الكسب السياسي ابتدائيا عندما يتحدث نائب عن تقدم وشخصية مهمة في تقدم ويقدم الأمر على أنه مكسب ومنجز سيقدمه تحالف تقدم للمكون السني عند تمرير قانون العفو العام هنا الأمر فيه مشكلة فيه توظيف فيه استغلال سياسي لا أعتقد أني الأخ حيبت هو من تحدث بهذا الموضوع أعتقد كان حديثي خص بحيث هذا القانون من القوانين المهمة عند المكون السني وتحتبر أولوية المطالبة بهذا القانون للمكون السني وأول من طالب بها اللي هو سيد الحلووسي وعدة ثمن ورقة الاتفاق عندما تشكلت الحكومة العراقية كان هذا قصده أما اليوم نحن تدري هاي الجهود لكل القوانين الموجودة هي جهود جميع وجهود جميع المكونات وتعرف اليوم القوانين ما تتمرر إذا ما كانت هناك معنا جهود من المكون الشيعي من المكون الكردي من المكون السني وهاي الجهود لكن قبل يومين شيخ قبل يومين قبل يومين نابل سابق سيد حيدر الملة قال أنه بسبب التعديل من قبل رئيس مجلس النواب وباقي الأطراف التي اشتركت في ورقة الاتفاق السياسي ما رح يطلع ولا بريف في ضلو التعديل لو باقين على الوضع القديم أفضل لا أخي احنا ننتظر ننتظر إلى الكراعة الثانية وتعرف اليوم ننتظر الكراعة الثانية الكراعة الأولى انحسمت وتمرر القانون بها وكان هناك تصويت أما الكراعة الثانية التي تعتبر نهاية القوانين التي صوت عليها مجلس النواب فأعتقداني الأخوة جميع الأطراف التي موجودة ومن أساد النواب التي موجودين إن شاء الله يتمرر هذا القانون وهذا القانون يجب يعتبرون العراقيين جميعا لا أريد أن ندخل بصراعات وتنحسب لجهة ضد جهة أخرى ما أريد هذا الأمر أريد أن يمضي هذا القانون ما راح تقولون إحنا في تقدم إحنا اللي إنجزنا وإحنا اللي مردنا لا لا ما راح تقولون أنه إحنا اللي إنجزنا وإحنا اللي مردنا أ large هي أقول لك هي إنجاز أنا خواب اسحة جدا يجب لك تضافر الجهود للجميع اليوم من راح يصوت علي المكون السني وصوت علي المكون الشيعي والمكون الكردي وكله من النواب موجودين خلعopath كياها. انت يصير هسا انت فتجيها او مكون يصوت على مشروع. خلي مشروع يصير عد المكونة الشيعي. وخلي السنة ما يصوتون عليه ما راح يمضي. ما راح يمضي. اليوم احنا يمضي المشروع بجهود الجميع. وبتعاون الجميع خلي يقول كياها. وهذا خلي يحتبرون قضية. وتحسب المين. تحسب الى الشيعة. راح يقولون كل الناس اللي هما خرجوا. وبالحكس راح تنحسب لهم. لان اولا رئيس البرلمان من عتوم. ورئيس الحكوم من عتوم. والساد النواب ورئيس البرلمان اللي موجود لهم من عتوم. خلي تكون بصمة الهم تاريخية. وخلي يقولون يا والله احنا نمردر هذا القانون وينحسب انه. خلي ما لي حسب انه. خلي نحسب ahíهم. لكن. انت مو هذا خلي نحسب. لفنو. خلي اناقش ال brigاني موجود من المكون الشيعي والاخوة كلهم موجودين خلي يقولون والله يا بترى السنة كذا كصار لهم رأسك البرلمان وما صوتوا على العفو العام والله يريد نصوت نحن علي وخلي صوتونا علي وتنحسب لهم لكن قبل قليل أشارك وحسا واضح هذه لكن الدكتور علي قبل قليل قال أنه لا يختفر هذا الذنب للقوة السياسية السنية والكردية إذا ما مررت الأحوال الشخصية مقابل للعفوية الأحوال الشخصية أي عذور ما مطلوب لا 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 خلع شي لك هنا أنا تدري هذا الأمر متروك الأستاذ النواب ومن ومن دخل اللي هو دراسة القانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية هل يضر في مصلحة البلد هل يضر في مصلحة المرأة العراقية إذا يمر في مصلحة المرأة العراقية لا والله كنا من ريده لا أنا ريده ولا أخوي الشيعي ريده ولا أخوي الكردي ريده لأن إحنا اليوم ما ريد نخلي نسان ينذلل وما ريد العراقيات انظر للمارد العراقيات انه يباعا ويشترن بهذه الطريقة مثل ما حصل هسب القانون اللي هو تعرف ان اطلعنا على القانون القانون مظهر في مصطعة المرأة العراقية بصراحة واليوم احنا انت جاي تقول مظهر لكن اذا قل لك ما امرر لك العفو العام الا ترفع الايد لتمرير الاحوال الشخصية ما احتقد هذا ما متداول به ما احتقد هذا راي يحصل هذا ما يحصل لان اليوم احنا خلع تشكي اياها احنا كل قانون وبحده هذا قانون العفو قانون من ال 2016 وقانون تقدم عدة مرات الى مجلس النواب وكان هناك ما استطعنا تصويت عليها ساول مرة في هاي الدورة اللي هي صارت القراءة الولى وصارت علي القراءة الثانية واحتقدان له المندلاوي السرج الموجود واصر على القانون ان يدرج في جدولة الاعمال لمجلس النواب وصوته علي في مجلس النواب هم تحسب لسيد المندلاوي خلقه الكياها فهنا احنا شريد يا اخي لن نريد نربط هذا القانون بهذا القانون هذا القانون ما هو الان الوضع في هاي الطريقة هذا مقابل هذا هذا القانون يطلع عبرها وهذا يظر في مصلحة العراقيين في مصلحة العراقيين احنا وين نذهب خلي كل من يفكر ويفكر تفكر سليم يقول له وين نذهب على القانون اللي يخدم منها ولي قل لك صوتي مقابل ما يصير هاي الشكل ما يصير المكايضة هذه مرفوضة مضام سلل وحده مما مرفوضة اعتقد احنا هذا العمر نرفضه جملتها تفصيلاً هاي ميسير يجيب هذا القانون وتعال هذا القانون يمر العفو يضر في مصلحة العراقيات وذل العراقيات وأنا سأوقع عليه دكتور سلام يقولك القوة السياسية الشيعية أمام فرصة تاريخية بالنسبة لقانون العفو العام لتعمل على تمرير هذا القانون ورئيس المجلس الآن أو من يدير الجلسات هو من المكون الشيعي وبالتالي ستحسب للمكون الشيعي وموضوع السلة والصفقة الواحدة هذا أمر غير ممكن عندما يتعلق الأمر في قانون الأحوال الشخصية لا واني قلت لك استاذ علي تعرف انت اليوم هي لي لا تحسب على جميع أعضاء مجلس النواب قد يكون بعض الأشخاص الأفراد هم يحاولون أنه يعني يدخل هذا القانون ضمن المقايضة ما كقوة سياسية بعموم القوة السياسية ما أعتقد كويتي رغبة لكن هو بعد إجاء يعني هذا القانون قد يكون بعض النواب واني طبعا ما لدي أسميهم ما نعرفهم بس ما لدي أسميهم هم من طرحوا هذا القانون حاليا مع قانون العفو العام أيضا عندهم غايات انتخابية ضرب لقانون العفو العام لكن تقولي رغبة يعني القضية مو عفوية مقصودة هو القانون موجود بس انت تشوف اختيار الوقت والزمان مع قانون لأنه كان ممطروح كان الحديث عن قانون العفو العام لكن هو طبعا ما أيضا مرحل هو قانون بس هذا ما إجاء إلا نتيجة اتفاق بس اختيار لا ماكو اتفاق أنه يوضع على جدول العمار طرح أحد النواب وإثار أحد النواب يعني لا وأيدوه بعض مجموعة من النواب بس بعضين اجتمع الإطار مو بعد أصبح قضية رأي عام تعرفوا وأيضا قانون مهم وهذا القانون بصراحة أنا مضده يعني مضد قانون كل القوانين أستاذ علي وشاركوني للأخوة الزملاء تغضح لي هي مو فلتر القرآن منزل يعني لا يجب أن يتلاعب به أكيد كل القوانين تغضح لي إعادة سياغتها إعادة تعديل بعض الفقرات بها لأن تعرف هي تتغير مع طبيعة لكن القوة المدنية تقول لك هذا القانون من بداية تعبارها عن مشكلة يعني دكتور حلي يتفق بياي أنه ما ممكن أنه قانون من زمن وضعي ورجعي أنا وهذه كل التطورات اللي حصلت على الدولة وحصلت بالمجتمع وبالعالم وأنا أوقع على قانون قديم مثلا على سبيل المثال هي بالأحكام الشرعية القانون يقول لك تسع سنوات تزوج طبيعة المرحلة القرون القديمة والسابقة تختلف بشكل كبير من المفترض أن القوانين تكيف مع الوضع العام الدولة المدنية المجتمع التغيرات لكن اللي طارح القانون يقول لك أنا ما عندي مشروع التزويج التسع سنوات هذا ما موجود مفرض ولا بس هو بالأحكام يحق يعني مثلا على سبيل المثال القانون يقول لك اليوم أنت كشخص لك الحرية تريد تزوج ويدا تحصل بالمناسبة يعني أنت بدون قانون أكو بعض العوائل لسا ما نقول تسع سنوات دع السنة اطنع السنة ممكن تحصل هكذا زيجات وأنا يعني شاهد حي عليها بالمحاكم يعني شاهدت حالات طلاق بعمر مبكر بسبب يعني تصرفات الأهل فبالتالي أعتقد القانون ممكن أن يكون ضامن لحماية العسرة حماية المرأة سيمر بسلة واحدة مع العفو العام بهذا الوضع إذا مر فأعتقد كارثة بصراحة الحوار الشخصية نعم كارثة على من يعني كوارث بأشياء ممكن أنه تشضي المجتمع تشضي العائلة الواحدة وكذلك تظلم بعض الشراح كالمرأة والميراث والعفو العام إذا مر حتى الحفو العام أنا مو ضد القانون الكوارث إذا مر وشملت بعض الجهات التي هي من من اللي راح يشملها وفي أي طريقة أكو مطاط أنت أقرأ التعديل السطر ونص تعريف تعريف الانتمام تعريف هذا بصراحة ففاف كلام ففاف يعني هذا ممكن أنه محدد محدد الجهة التي يشملها العفو بصراحة خلاء سائب وهذا مو صحيح يجب أن يكون هناك خبراء قانونين يشاركون في أن يميز من الذي يشمل ويستحق أن يكون ضمن العفو وهذا بصراحة أيضا جانب إنساني يحسب للجميع إذا مر القانون بالطريقة القانونية ويضمن لك سلامة أن لا يكون هناك إرهابي أو مجرم داخل هذا القانون فنرفع القبعة ونضرب التحية للمكون السني قبل المكون الشيع لأن هذا سيخدم كل العراقيين ويخدم الجهات مظلومة وبريئة داخل السجون وكذلك قانون لحوال الشخص نحن موضد تعديله نحن مع تعديله بما يتلائم مع طبيعة المرحلة وينصف كل الجهات ولا يظلم جهة من ضمنها المرأة والميراث تمام دكتور السلام دكتور علي إذن في موضوع التمرير تمرير هذه القوانين العفو والأحوال نحن في بلد ديمقراطي والديمقراطية حكم الأغلبية في النهاية على مستوى النظام البرلماني لدينا سلطة تشريعية تناقش تتبنى الأفكار تصل إلى صيغة مشتركة ومن خلالها يتم القراءة الأولى ثم الثانية ثم ذلك الأمر ينتهي بقراءة ثالثة ويصوت لهذا القانون أو ذاك إذا ما ذهبت الموض باتجاه تصويت لمجلس النواب بالتالي لماذا الاعتراض على أشياء تناقش وفق الأسس الديمقراطية ويتم التصويت عليها بعد اتفاق كل الأطراف السياسية التي تمثل كل المكونات أنا أتفقياك بالمنطقة التي تفضلت به هذا بالدول التي بها انسجام اجتماعي لا ما عدنا انسجام اجتماعي والدليل قصدك ما عدنا انسجام سياسي لا انسجام مجتمعي ما عدنا وتناقضاتنا السياسية عالية جدا دائما يتم اللجوء إلى الدمقراطية التوافقية عندما الانتهاء من النظم الشمولية أو البلدان اللي تعاني من حروب أهلية دائما يستخدمون الدمقراطية التوافقية حتى لا تسيطر الأغلبية على الأقلية فيكون هناك نوع من التوافق وهذا أحيانا الفترة تطور عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة متى ما تكون أحزابنا السياسية وكل تكويناتنا الاجتماعية ما بها لا سني ولا شيعي ولا كذا لا كلهم كتلة واحدة الآن لاحظ كل الأحزاب لو سني لو شوعي لو كردي إذن احنا في مرحلة عدد انسجام اجتماعي فلهذا نظام الأكثرية والأقلية ينسجم مع المجتمعات المسجمة والدليل والدليل السيد الصدر مراد الأغلبية منه كان ضده الأخوة الآن بالإطار قالوا لهم مجتمعنا ما يتحمل ووضعنا ما يتحمل ونحن لازم نستمر بالتوافقية وتم يعني راحة القضية كلها ولهذا حتى الدستور العراقي خلى بعض القوانين مثلتين العصوات قانون المحكمة قانون القضاء ملولة قانون الاستفتاء قانون التعديل الدستور الكثير من القوانين تتطلب ثلاثة أصوات حتى نضمن الأقلية لأنه سنة 17% و20% نكرات 17% و20% إذا نروح على النظام الأغلبية يعني خلاص الأخوة في الشيعاء سيطرون على كل شيء وهذا أعتقد راح يخلقنا عزمات إحنا يعني ليس بحاجة لها فلهذا لماذا ما تقبل قليل قلت هو مسيطر ويريد يمارس ديكتاتورية لا ما بسيطر هو الآن يستغل غياب الحلبوسي أنا ليش قلت لك الإطار يستغل غياب الحلبوسي طبعا ويريدون أيضا يمشون هاي الدورة بدون رئيس بلد السنوار أنا ليش الحلبوسي قادر يوقف في بوتش الإطار أنا مو أقول كحلبوسي كأي سني كأي سني موجود ما يقبل بأنه القوانين تجير لطائفة معينة لأنه لذاتهم من يتفقون على جدوى العمل الكردي يأخذ منظر الاعتبار وضعه السنة يأخذ وضع الاعتبار والشيعة تأخذ وضع الاعتبار فالقانون الملقرأ يعبر عن الرأي العام للمجتمع يعني ومن يصير التصويت إلى تحس دائما تصويت كل تصويتات مجلس النواب اللي لاحظتها ماكو فرق صوتين ثلاثة أربعة لا أغلبها يعني شبه اتفاق وهذه بالدول اللي تمر في مرحلة الانتقالية من الدمقراطية التوافقية إلى نظام الأغلبية الآن الأخوة بظل غياب رئيس مجلس نواب من الطرف السني دايستغلون لتمرير قوانين ذات أطر طائفية يقول لك هذا قانون تنظيمي بالمناسبة مو كل الطائف على ثمن الدكتور سلام على هذا موقفه والشيخ خام نفس الشي يعني ما نطرق فقط سني لا راد المصلحة الوطنية بنظر الاعتبار حتى قال التعديل أريده وفق ما يتناقب مع تحديث المجتمعات والتطور وما يتناقب مع الالتفاقيات اللي وقحها العراق بحقوق المرأة فأنا أعتقد هذه القضية هي جدا مهمة بس الآن تفرض علي لأنه تعدك أغلبية شنو تأثير هذا القانون إذا مر بصيغة الحالية على وضع العراق الداخلي والخارج أنا أعتقد بالنسبة للخارجي لأنه يتعارض إلى قانون الأمم المتحدة بالأخص التفاقية 67 ويتناقض مع سيداو التفاقية سيداو اللي أكد على احترام المرأة بهذا الجانب وأعتقد زيش هو هذا التعديل يسير للمرأة طبعا إذا تزوج واحدة عام 9 سنوات كيف ما يسير يقول لك ماكو هذا النص ما موجود الدكتور واضح قضية واضح بأنه ما يمنعك القانون يعني القانون ما يمنعك حقك اتمارس هذه الممارسات القضياء فهذا هذا الإشكالية الكبيرة في هذا الجانب هو موفارض يعني صحيح موفارض بس ما يمنعك ولا يشكل عليك يعني إجراء قانوني حقك يعني فلهذا أنا أعتقد هذه بداية لأسلمة المجتمع ويا أسلمة أسلمة من الطرف الشيعي وليس من أسلمة من عموم المجتمع يعني الأكراد هم مسلمين والأخوة السنة هم مسلمين لكن لا يفرض أجندة على عموم المجتمع بطرف معين يعني يفرض الفكر الخاص به بالتأكيد وهذا بعدين يستمر ويستمر إذا مش هذا يستمر غيره إلى أن نصل إلى دولة تلوية الفقه ها عدتكم فيش تخوف بالتأكيد هذا تخوفنا هذا تخوفنا الحقيقي يعني أنه بعد هذا القانون بعدين يتيجل قوانين أخرى وبالتأكيد نصل إلى مرحلة الموجودة في إيرانيا وين ترحون؟ وبعد نبقى بهالبلد والناظر ويدكتور سلام والشيخ خليني مع الشيخ موضوع استغلال الآن يقول لك القوى السياسية الشيعية تستغل غياب السيد الحلبوسي أو غياب هوية سنية على منصة رئاسة مجلس النواب نعم ليش ما حليته المشكلة واختاريته وديل عن السيد الحلبوس يا أخي هسا مو هي المشكلة المشكلة اليوم تعرف أنت لا أكو قوانين اليوم بصراحة معنى حالة أن تستقل في غياب المكونة السنية تعرف أنت عندك مكونات وعندما اليوم المكونة السنية عدل لا جود لتمثيل بصراحة في مجلس في المجلس النواب وهذا مما اضطر على الأخوة من الطرف الثاني استقلال هذا الشيء وتصدير القوانين وقوانين الضر بمن بمصحة المواطن مثلا أنت عنده قانون الأحوالي شخصية هذا اللي هو موجود أنا أقول لك سيد الحلبوسي ما رأي يحصل أنا أقول لك ما رأي يتمرر هذا القانون شون اللي يقدر يسوي قوة سياسية تتفق وتمرر القانون هذا القانون من يتمرر أنا مو أمرره على كل الجهات ما أنا مرات لأما ينحصر على جهة معينة تعرف أنت اليوم من واحد يريد تتزوج السمنة يتزوجون على المذهب الحنفي واذا يتزوج على المذهب الجعفري واذا كذا اليوم مره هسا إحنا معنا نحصر أنت اليوم يكون على هذا القانون قانون اللي حوالي شخصية راح يتعمم على كل العراقيين بصراحة وهذا يضر يضر في مصحة أما القوانين أنت تعرف اليوم أنت التأخير اللي حصل وعدم التوافق للمكونة السمنية على مرشح لمجلس النواب ليش ما تتفقون وين الصعوبة أن تتفقون على بديل وليش تقدم مصر اللي يكون من تقدم ليس في المكونة السمنية أما في الأطراف الأخرى حتى الأطراف الشيعية بصراحة اليوم عندما كان هناك ترشيح من حزب تقدم وحزب تقدم اللي هو الأقلبية العددية نعم وما كان هناك التوافق من قبل الأطراف الأخرى للتعاون مع تقدم لحسب موضوع ترشيح مجلس النواب وهذا الخلاف اللي حصل صراعات بين المكونة السنية وخلافات هنا وهناك الأخوة في الإطار اليوم مع هذا الطرف ومع هذا الطرف ما جاء يحسمون توجههم في طرف معين حتى في سبيل حسمون حسمون ترشيح رئيس مجلس النواب وهذا الأمر اللي جاء يحصل جيل خليني أسألكم بسؤال مشترك بنقطة مهمة وخطيرة تارها الدكتور علي أنه إذا ما تم تمرير قانون الأحوال الشخصية فنحن نذهب بشكل سريع باتجاه ولاية الفقيفة العراق نعم اليوم أنت تدري البلد اليوم العراق تطور اليوم إحنا مارد نرجع اليوم عندنا إحنا محاكم موجودة ومحاكم مدنية موجودة وإحنا خوب عندنا محاكم إحنا شكرا إحنا نرجع على الفقيف ونرجع على الرجل اللي هو يتحكم مثلا الرجل المعمم اللي يتحكم بمصير المرأة أخي عندنا محاكم ماذا ما موجود هذه المحاكم هي تطبق المحاكم اللي موجودة المحاكم الشخصية ونطبق هون مررها هل يعيشنا بها هذه السنوات كلها؟ جيد لو شاي منين جاوبوها؟ يا أخي من يعرفها منين جاوبوها؟ إذن إذن جيتهم تعليمات اللي هي في المستقبل اللي يحولوها للفقية وتنهي الأمور تعليمات منين؟ تعليمات تجيهم خلي أبي صراحة تجي المن؟ شون هذي منين جاوبوه هذا القانون أخي؟ إحنا عندنا محاكم التشريعات؟ أخي ماكو تشريعات يعني ما لي علاقة هان إحنا عندنا محاكم اليوم اللي مشينا بها طيلة هذه السنوات وهذا حصل في السنوات اللي اليوم وأكو ناس وقبل كانوا العراقين هم يعرفون هاي المدالة سنة والأشيعة جيد خلينا أنا مع الشيخ زوجها مدهب الشيعة والسنة جيد أنت هذا هاي الفكرة اللي جابها هذا هذا اللي جابها وطرح هذه الفكرة وسواء مشروع وسواء قانون هاي الفكرة مني جابها يجو جابها أنا من إيران والله يجو جابها من إيران يطبقها علينا خلينا بنفس النقطة في وقفة خيرة مع الدكتور سلام الإطار القوى السياسية الشيعية تذهب بنا بخطوات مبكرة باتجاه السنساخ تجربة ولاية الفقية في إيران يعني بصراحة هو ممكن يراود الأخوة حتى المراقبين بصراحة ولكن صعب جدا أن تكون هناك ولاية فقية في العراق العراق مختلف بشكل كبير عن إيران بسبب تنوع العرقي والأثني والطائفي وأيضا الفسحة الكبيرة اللي حصلت من عام 2003 لحد اليوم 20 عام من الصعب جدا اليوم أن تفرض ولاية معينة على الشعب العراقي تعرف اليوم هناك تأثيرات كبيرة يعني أنت مجرد تغير محافظ من محافظ إلى محافظ وبآليات دستورية وقانونية يتم قطع الطرق أو سد الدوائر يعني في صراحة صعب جدا ممكن البعض يسعى أن يفكر أن ينتقل إلى بعض يعني المحاولات موجودة بس صعب تمر في ظل الوضع العراقي النظام البرلماني الفسحة الكبيرة من الحريات التعدد القوة السياسية المكوناتية صعب جدا أن تكون هناك الأمور متجهة أنه تمر هذه القوانين الأحوال والعفو العام وحسن ملف رئاسة مجلس النواب لو لا سترحل هذه العناوية يعني راح أقول بكل صراحة أنا دائما صريح وهذا وجهة نظري حتى لا تحسب حتى على وجهة نظر ائتلاف النصر ولكن بصراحة قد نتطابق عن ائتلاف النصر بوجه بقاء السيد الفندلاوي طيلة هذه الفترة وتأخير انتخاب رئيس مجلس النواب واحدة من الأسباب الرئيسية لتمرير قوانين داخل مجلس النواب براغبة شيعية داخل الكتل السياسية بصراحة يعني السيناريو مدروس يعني مو مدروس ولكن هو تدري صار واقع حال عندما تغير السيد الحلبوس يعني اتفق تماما يعني يمر العفو والأحوال كان يقف عقام كثير من القوانين يعني تعرف رأسة المجلس انت قلت ما يقدر انا اقول لك يقدر ما يطرح رأسة المجلس لها الحق انه هذا القانون ما يطرحه ويأخرى وبالتالي ما يمر وبالتالي حتى اختم تشوف انه بعد تمرير الأحوال والعفو العام سينتخب رئيس جديد للبرلمات تمام اتفق وياكواكوا يعني راح يمر القانون الأحوال الشخصية ورح ينتخب رئيس المجلس انا اشكرك جزيلا شكرا دكتور سلام زويد المتحدث الرسمي في السمية تلاف النصر عن الحزب الشعو العراقي دكتور علي مهدي وعن تحالف تقدم الشيخ المناخ لغيري شكرا جزيلا ودائما وحييكم سادة المشاهدين على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة